أهلا بحضراتكم من جديد نهاردة مباراة الأهلي مع البنك الأهلي موليد 2005 في الأسبوع 16 عايزين يا ريت نعرض مع بعض ونشوف جدول ترتيب المسابقة الأهلي متصدره نهل لعب 15 مباراة في هذه المسابقة فاس في 10 تعادل في 5 ولا اخسارة له 29 هدف عليه 13 هدف في المركز الأول برصيد 35 نقط للتحدي السكنداري في المركز الثاني برصيد 27 نقطة الناد الأهلي يغرد في الصدارة ويبتعد عن التحدي السكنداري بفارق 8 نقوات كابتن حشيش من الجدول اللي هنعرضه دلوقتي ما شاء الله الناد الأهلي في الصدارة مع كابتن علاء عبدو اللي عامل شغل أكثر نراه وإحنا شايفين دلوقتي قدامنا جدول الترتيب يعني طبعا من الجدول بين الناد الأهلي طبعا فارق ب8 نقاط عن أقرب المنافسين اللي هو للتحدي السكنداري أهداف طبعا أكبر نسبة أهداف 29 هدف 13 عليه ويمكن النسبة دي برضو يعني إن شاء الله تقل شوية موضوع الأهداف دي 13 هدف واضح طبعا كابتن علاء بلعب بطريقة هجومية على طوله دي عدته بيباغت المنافسين دائما في البدايات وأكتر أوقات احرزوا الأهداف اللي هي في أول تلت ساعة بحيث أنه بيقتل من البداية بس برضو حتة اللي هي 13 هدف ده طبعا عايزين نتمنى إنها تقل يشتغل عن نوع حد دفاع لأنه برضو اللي وراء طبعا الاتحادس سكنداري طبعا أنا أقول جدوى للترتيب سريعنا كابتن حشيش لأهلي في الصدارة الاتحادس السكنداري في المركز الثاني سموحة في المركز الثالث الزمالك في المركز الرابع طلع الجيش الخامس لإسماعيل السادس ودي دجلة مركز السابع إنبي في المركز الثامن مولين العرب التاسع زد في المركز العاشر 11 بيرامدز 12 غزل المحلة 13 المصري 14 فاركو 15 بيتروجيت 16 سيراميكا كليوباترا 17 فيوتشر 18 البنك الأهلي في المركز الأخير هيواجه النادي لأهل النهار تمام دي طبعا يعني برضو في ملحوظة للتحاد السكنداري من الفرق اللي برضو مخسرتش ودي برضو حاجة يعني كويسة بالنسبة للاتحاد لأنه برضو فارق 8 نقاط ما اعتبرش فارق كبير قوي في الظل طبعا إنه لسه بنلعب إحنا في الأسبوع الخمستاشر أو خمستاشر مباراة النادي الأهلي طبعا إن شاء الله يفضل على هذا خلي بالك والك الأحاك السنة اللي فاتت اللي أخذ المسابقة دي أو البطولة دي 2005 كان التحدي السكنداري اللي كون الفرق دي وعمل معها شغل كابتن إمام أحمدين قبل ما يرجع تاني طبعا لإمام أحمدين عمل الحقيقة لأنه راح مسك القطاع كان القطاع يعني الحقيقة كان دايما في جميع المستوات أو الأعمار منشوف ترتيبه متأخر إنما واضح إنه هو طبعا كابتن إمام أحمدين عمل شغل كويس أو يبان على الفرق يعني التحدي السكنداري بتقدم على أسماء كبيرة زي الإسماعيلي والزمالك وودي دجلة وإمبي والمقولين العرب فدي حاجة الحقيقة تتحسب لهم بأن الطبع متمنى مزيد من التركيز من النادي الأهلي وأنا بس الملحوظة اللي هي كانت بتاعة الأهداف اللي هي على النادي الأهلي إنها نسبة طبعا كابتن علي عبدو يهتم بنواحد دفاعي طبعا طبعا هقول لحضراتكم الجهاز الفن أكضا لفريق 2005 جهاز كملا الكابتن علي عبدو مديرا فنيا محمد صلاح مدرب عام وليد الشناء مدرب حراس المرمى عماد عبدالهادي إداري الفريق وأحمد جبالة طبيل الفريق ومحمد نحلى مدرب الأحمال دكتور سابت لك تعليق على جدول ترتيب الجدول والنادي الأهلي في الصدارة طبعا عايز أقول أن الفرقة 2005 دي السنة اللي فاتت كانت في المركز الثالث 2005 النادي الأهلي السنة دي في المركز الأول السنة دي في المركز الأول بفارق 8 نقط عن الاتحاد السكنداري فهذه الملحوظة الأولى الملحوظة الثانية النادي الأهلي مخسر شوالة مباراة حتى الآن يعني هو الاتحاد السكنداري بس اللي ما كسرهش من أول 15 جول الملحوظة الثالثة النادي الأهلي أقوى خط هجوم في البطولة مسجل 29 هدف بمعدل واحد وتسعة يعني 29 على خمستاشر يعني تقريبا واحد وتسعة من عشر يعني بنجيب هدفين في المطش الواحد وده رقم كويس الملحوظة اللي بعد كده ان انت طبعا مخسرتش وان انت عليك 13 هدف دينا بشوفها برضو لان اللعيبة لسه صغيرة في السن والاتنين اللي كانوا موجودين كاساقة كابتن سامر او كابتن علاء عبدو الاتنين كورتهم هجومية فبالاتنين نوعا ما بيفتحوا الجيم وانا لقيت عليه برضو فنيا على كابتن علاء عبدو هنشرح دلوقتي طريقة لعبه لان واحد من المدربين اللي بشوفهم الممتازين اللي جايين فقطاع الناشئين في النادي الاهل ان شاء الله